معاناة متواصلة يعيشها النازحون في المخيمات لا سيما في ظل أجواء الشتاء العاصفة والممطرة مخيم ديبق الواقع في قضاء مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل واجه ساكنوه مثل غيرهم في باقي المخيمات موجات السيول التي ضربت العراق مؤخرا فاكتسحت المياه خيام النازحين واغرقت فرشهم ومتعلقاتهم الشخصية ما دفع بعض المنظمات وإدارة المخيم إلى نقل النازحين إلى المدرسة الكارفانية الموجودة في المخيم المي طب داخل الخيمة يعني الخيمة قامت تقول طرمي على النساء والأطفال بي ناس مرضى ما يصير ياقي خليوا يرحمون هالعوائل هاي خطيئة تعبت وانه بعدنا هنا يعني تجيين عواصف هوا قوي عندنا خيمتين طارا هنا خطيئة يعني ما يصير الجهال هاي تعبت ذبح البرد النازحون في المخيم اشتكوا من طول بقائهم كنازحين رغم استعادة الحكومة السيطرة على مناطقهم منذ نحو ثلاث سنوات وأكدوا رغبتهم في العودة إلى بيوتهم يريد عودونا على مناطقنا والله صير استقرار كل النازح يعود يازي مصحيح صير استقرار صير أمان صير شقول لهذا العالم هاي الضالله لا حاج عليها غير أن بعض النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم صدموا بالدمار الحاصل في تلك المناطق حيث لم يجدوا بيتا يؤويهم بعد أن دمرت بيوتهم ولم تفي الحكومة بوعودها بشأن إعادة الإعمار جاه جيرنا وردينا ونماكش ولا قرفع رحنا شفنا والتحرير ماكو ما لعرف منها الفلش قراني وظلين هايتي يعني متحملين الخيام متحملين البريد متحملين البادلة من شنو ما لنا مسكن لو لنا مسكن ردينا ما لنا مسكن وعلى الرغم من المأساة التي يعيشها هؤلاء إلا أنهم يؤكدون أن المسؤولين الحكوميين لم يولوهم أي اهتمام أو يزوروهم في المخيم أو يقدموا لهم يد المساعدة ليكن ذلك دليلا إضافيا على عمق الهوة بين حكام المنطقة الخضراء والشعب الذي يرسم بمعاناته صورة بالغة الوضوح للمأساة الإنسانية اشتركوا في القناة